اهلا بحضراتكم مرة ثانية برحب بحضراتكم وبنرحب بدفنا النهاردة في المحترف الناقض الرياضي المتميز محسن لملوم هنتكلم معاه في كل الملفات اللي اتكلمت مع حضراتكم فيها في الانترو ان شاء الله تكون حلقة ممتعة محسن مساء الخير عليك ساء الخير يا كابتو اخبارك ايه تمام الحمد لله محسن طبعا عندنا كذا محور نهاردة في حلقتنا حنبدأ بالصراع في البريمير ليج خلاص زي ما بيقوله خلاص راعة يعني محتد ما بين الاثنين مدربين كبار جدا على مستوى عالمي بنتكلم على جارديولا سيتي ونتكلم على يورجون كلوب ليبربول عمتا شفت الجولة الثمانية وعشرين زي في البريمير ليج من خلال متابعاتك طبعا والصراع ده رايح على فين يعني يعني همسنا احمر رحيم طبعا الصراع وهيستمر كده للنهاية خلاص وكان طبعا كان في البداية في الدوري كان سولاسي وكان احيانا الرباعي مع وارد شيلسي مع وجد تدعمات اليونيتد طبعا خلاص مع الوقت خلاص قدية الأمر زي ما بقوله ما بقى هو خلاص بقى الموضوع ما بين السيتي وليفر بشكل كبير جدا وسيستمر حتى آخر مباراة يعني ممكن لو حتى فرق الست نقاط مع أفضلية المباراة طبعا مباراة زيادة للسيتي لو أنا قدر نقول مثلا ثلاث نقاط لو كلام ما موجود في الدوري الفرنسي في الألماني حتى في الأسباني ممكن أقولك الموضوع انتهي قدية الأمر لكن التحديد الدوري الإنجليزي مستحيل مستحيل لو باقي جولة مش باقي جولة ده أحيانا بيبقى باقي مثلا الوقت الضايع صحيح وبيتحسم كلنا نشوفنا السيتي لما خد الدوري أعتقد سنة 2012 في الوقت الضايع وكان الصراع ما بينه كان اليونيتد والمباراة انتهت تقريبا بتعليونيتد وقتها وكان كسبان الدوري ولكن ديئة 90 خلصت وكان اليونيتد بطل ولكن الوقت الإضافي 93 خلصه والسيتي هو البطل فالدور الإنجليزي تحديده ملوش أي مقاييس ويفضل دي حلوته بصراحة حتى لما تبص النار دم تقريبا باقي عشر مرشات تقريبا للفاق أنا هاخد من كلمك ويمكن الاثنين المدربين تلعوا بتصريحات في النقطة دي بالذات بيب جارديولا قالك أنا بالنسبة لي ليفر بول هو أصعب منافس في خلال مسارتي التدريبية وده يعني قد يقول أن فيه قلق بالنسبة لجارديولا على الجانب الآخر كمان بيتكلم يورجون كلوب يقولك لو لو وجود المان سيتي في البريميال ليج كان ممكن جدا ليفر بول يحصل ألقاب كثيرة جدا جدا ففيه احترام متبادل ما بين المدربين ما بين الفريقين ما بين الجماهير ولكن خلينا أسألك سؤال يعني إيه اللي حيميز فريق عن فريق الفترة اللي جاية إيه اللي ممكن يعمله بيب جارديولا عشان يأمن نفسه ويأمن القمة وإيه اللي يعمله يعمله كمان يورجون كلوب علشان يفوز كمان في البريميال ليج وده شيء موارد لغاية دلوقتي طبعا اه شوف هراك هو بقى مش أقل من عشر ماتشات لكل فريق فيه عنصر اسمه المفاجأة هو اللي هيحسم المبارية يعني مثلا مباركة كتير من جمول ليفر بول معاول على المبارات اليونيتد أنا واحد ما كنتش معاول عليها خالص يعني كان صراع الديربي والكلاسيكو ما بين ديربي أو فريقين مدينة منشستر بيحافظ أكتر فريق السيتلوه بكل أمانة أقوى بكتير من فريق اليونيتد فكتة نتيجة بفوجة نظر طبيعية لكن أنا باتكلم على المتشاط اللي ممكن يحصل فيها المتشاط مثل مثلا توتن هام برن لي بحال في أي حد دور إنجليزي مفووش أصلا مقاشا لكن تبقى الرهان الأكبر جدا والكبير جدا والعزم جدا يوم 9 إبريل على ملعب سيتي مباراة الفريقين مع بعض دي أعتقدت بقى حاسم بشكل كبير لا بديل فيها عن الفوز لفريق ليفربول إذا الأمور مش كده يعني يكساموا بواعد يتعادلوا بواعد يخساروا مثلا يعني إذا الأمور مش كده خلاص لا بديل عن ليفربول عن الفوز فيها لأن الفوز فيها بيعني ليفربول القمة وشكرا على كده ويبقى هو البطل فيما لو الأمور مشت زي ما هي يعني لأن هارك عارف المباراة الأولى خلصت في الأنفلد 2-2 فالمباراة دي إن فاس فيها ليفربول ونأتمنى ذلك هيبقى أول أعلى هيعور في فرق النقاط الثلاثة يعني ويكون هو الأعلى يعني بحكم على أقل المجات المباشرة هو كمان حتى أهداف أكتر وفرق أكتر فإذا الأمور مشت كده لا بديل وحتى لو مشتش كده لا بديل عن ليفربول النفوز يعني أنا شايف أن ليفربول بيعمل اللي عليه الفرق كان واسع أكتر من كده خلي بالك الضغوط أكتر على ليفربول لأنه هو دايما يعني كان عنده مباراة مؤجلة فدايما هو تحت الضغط أنه هو لازم يعود المباراة ديت ولازم يضغط ويحط سيتي تحت ضغط مصبوط نوع أي عمله ألأ ما بيفقدش فالعملية يديلو شوية من الأرياح مثلا لو كانت عادل مثلا فيدي أرياحية للسيتي أكتر أنه حتى لو خسر يبقى برضو الأول لكن هو الضغط اللي ماشه رائع من تقريبا سبع موريات أو ثمان مباراة فوز متتالي ده صعب جدا كمان في الدور الإنجليزي فهو الليفر فاق يعني مش عايز أقول متأخر بس طبيعة الكورة كده الكيرفات بتطلع وتنزل عشان كده حتى المباراة الأخيرة ده مستهام مكانش الأفضل قوي يعني بس قدر يفوز نتكلم على الماتش ده بس خلينا نشوف النتائج الجولة الأخيرة أو الجولة الثمانية وعشرين من البريمير ليج نشوف النتائج مع حضراتك وأكيد هنتكلم على مباراة كمان كانت قوية جدا ما بين ليبربول وويستهام طبعا ليستر سيتي واحد سفر على ليتز يونيتد أستون فيلا بيفوز أربعة سفر على ساوس هامتون نيو كاسل بيفوز أثنين واحد على بريتون ونورد سيتي بينهزم أمام برينتفورد بثلاثة واحد بيرنلي الخسارة أمام تشيلسي أربعة سفر وولف هامتون بخسارة أمام كريستل بلس 2-0 وطبعا ليبربول بيفوز على وويستهام واحد سفر طبعا واتفورد بينهزم أمام الأرسنال 3-2 وطبعا المان سيتي بيفوز بنتيجة كبيرة على المان يونيتد أربعة واحد وطبعا النهاردة الساعة عشر إن شاء الله مباراة كبيرة كمان توتنهام مع إيفرتون خلينا محسن نروح زي ما كنا بنتكلم أن مباراة المان سيتي أمام من يونيتد مباراة فاصلة لكن كمان يوجن كلوب أمام واستهام كان بيقابل فريق قوي جدا جدا وقدر يفوز فيه واحد سفر قبل ما أخش في الفانيات والأرقام شفت محمد صلاح إزاي الماتش ده يعني محمد صلاح كان متوقع بصراحة يهدف أنا كنت متوقع له يهدف المباراة دي خصوصا فريق استهام أحد ضحياء المفضلين أول مرة ما يسجلش أمام بالضبط يعني هو واتفرد أكتر فريقتين يسجل فيهم تسع هدف في كل فريق فكان مرشح أنه يعني يسجله هدف واثنين ولو العملية فتحة لكن طبعا كانت مفاجأة طبيعي بيحصل في الكرة ما فيش أي مشاكل خالص يمكن حتى يمكن الحكم العفوان الكلاب المدرب استبدله في الداية 80 أو 79 من عمر المباراة شفت ردي فعله إزاي محسن لا ما عادي يعني طبيعي يعني ما بيكون طبعا رجل هداف وهداف الدور الإنجليزي كله وهداف فريقته وهو اللعب الرقم واحد بكل أمانة في العالم كمان مش بس في الدور الإنجليزي أو في فريق ليفربول طبعا بيكون متضايقة اللعب في الأول في الآخر مهمته الأهداف ما في الشكل خلي بالك أنا كمان يعني أنا إحساس إحساسي كلعيب قبل كده وفي الملعب لما بحاول يعني بحاول أطلع أكتر من عندي وخاصة لو أنت كمان بتلعب مهاجم بتحاول تهدف محمد صلاح متعود زي ما أنت بتقول متعود على التهديف كل المباراة والكرة مش ماشي معايا واجي أطلع آخر عشر دقيق هو الرد فعلي مش ضد يوجن كلوب هو ضد نفسك هو كان عايز يكمل ويحاول آخر ديه لكن طبعا يعني هي كان بين المباراة يعني محمد صلاح ما كانش خلص مش في يومه مش في يوم الزبط بتدي في اللي جاي يعني أعتقد عدم تهديف مهورات واستهام هيكون دفع أكتر حافظ طبعا دفع أكتر أن يسجل طبعا عنده مباراة مش عايز أقول سهلة في السهلة في دور أبطال أوروبا مباراة طبعا الغد قدام إنتر ميلا في إياب دور الثمانية في دور أبطال أوروبا أعتقد بتدوله أكتر أنه هو اللي يسجل فيها حتى لو كانت مش عايز أقول محسومة يعني أو شبه محسومة بتدوله دفع معنوية أكبر للمشيات اللي جال وكان المباراة ديت كان كمان كان يورجن كلوب المدير الفني الليفر بول كان حامل هم مباراة واستهام يمكن قابليها بأسبوع كان بيتكلم أنه عنده مباراة في كاس الاتحاد وبعديها هيقابل فريق رائع مبين قوسين واستهام اللي بيقدم نتائج أكتر من رائعة لكن كان فوز مهم جدا لليفر بول للإحفاظ على فارق الثلاثة نقاط أمام الستي يوجن كلوب المدير الفني الليفر بول الأل إيه بعد هذا الفوز نشوف ما حضراتكم عندما تفوز بسبع مباراة متتالية أو كحالتنا 12 مباراة على التوالي في كل البطولات فإن هذا لا يعني أنك تفوز فقط في المباراة التي كنت متفوقا فيها بل تحتاج إلى استنفاذ أقصى طاقة ممكنة للفوز بمباريات مثل مواجهة واستهام لا تكون فيها متفوقا وهذا ما أنجزه اللاعبون من المهم لنا تحقيق نتيجة في هذا الموسم وعلينا مواصلة المشوار وليس هناك وقتا للراحة أعتقد أننا أحسسنا في مباراتنا ضد واستهام بضغوط وتعجلنا لإنهاء المباراة بدلا عن اللعب بهدوء في مثل تلك اللحظات والقيام بمحاولات في اللحظات الصحيحة هذه قصة المباراة عجزنا عن إنهاء المباراة وظل الباب مفتوحا رأيك في تعليقات يورجون كلوب وكان فعلا واضح أنه الشاي الهم المباراة دي بزيات لأنه بلعب فريق كبير زي وسط هامي بالضبط هو ممكن بالضبط هو ممكن